الو دكتور الو دكتور الو دكتور اهلا وسهلا بكم في الو دكتور اليوم شحون جايوا با الاسألة ترحتو علينا على الباجة وفيسيال فيسبوك وكنتو اتصلتو بينا على 70-35-125 بعد ممرضة بالكورونا اخذيت الدويل كله استكملت الدويل متاعي ولكن قاعدت عندي بعض الاثار السلبية مستعندي شوية دوخة مستعندي شوية عم تعراس ديليفة تنزنتو تقعد برشالين اخو دويل من اخوش دويل اخر الدراسات اخر الابحاث هذا واكثر مش نحاولو اصلا نطرحوها مع راضيفتنا اليوم الدكتورة راضية دبغي جودي كهيت مديرت صحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بالقايروين دكتور اهلا وسهل مرحبا يا عبد الرحمن ومرحبا مستمعين لحياة اثن بعد ما نستوفي ونكمل الدويل مش معنتها ما عادش فهمة اثار جانيبية كان صحة التعبير للكورونا دكتور هذا اللي جايوا سؤالي ترحو علينا العديد من المستمعين هو عبد الرحمن كما تعرف احنا هالاعراض هذي اللي تبقى ساها خنفسروا احنا للمستمعين انتاعنا شنو هالاعراض اللي تبقى ومعناها وقديش تبقى باش نجمو احنا نقوله رهو هذي كائل تجيل معناها باللغة الفرنسية اللي هو نسمي يوم احنا لكوبيد لاو العلمات هدومة تكون تفوت اربع جمعات الى ستة اشهر وتكون العلمات هدومة ما ياما تكون علامات متوافطة وانا تكون علامات مدولة ومعناها تكونوا عادة وبعناها تظهروا دكم هذا ما يسمى اللي هما الاعراض ماذا نسمعين انتاع الافاد ايه احمه اللي كانوا عندهم المهمة اللي اول ما مرضو كانت عندهم لفوغم السباح يعني اه سلزم معناها الايوائم تاحه المستشفيات. ضنك هادوكم يزن يكون عندهم اه متابعة معناها قريبة اه سريرية وإلا يعنون لهم سكونة بالولوز كانت وغسيك باش نشوفوا احنا في ماشي اعراض اثرت على الجهاز التنفسي. معانا. ايه. دعو وفم زذا كس كس اه عبدو خلين. اي نجم يكون ملول ما عندهم مش العلامات. يكون هو مرض يكون كونتك اتخوى ومرط تحيزي متاعه كان ايجابي. وملول ما كنش عنده علامات. ينجم ما بعد اتذر عنده العلامات. وتنجم اتذر العلامات هدوكم وتفوت حتى اربع جماعات الى معناها اه شهر شهر ونص. هدك زذا كس كس يدخل تسكن انا بال. هل دعنا نمشي معك بالنقطة 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 خلنا نحكي على الناس العادية كان صحة التعبير المجد هم شي فورما جراف معتين سين عادي مرض بالكورونا أعمال لك قاعد في الدار اعمال جمعة من زمان اخذية دوية تمتاع وملقح بهي شي دكتور عادي انه مثلا تقعد عنده شوية شنين الأعراض ينتقعد عنده من بعدك المدة ذيك ويكمل دوية مثلا دكتور اي بوا هذيك فادي بوا انت والشخص نجم تكون تواصل عنده الأعراض متاع وجاع وجاع في الرأس كما ينجم تكون عنده مثلا كحة مسترسلة كما ينجم يكون أشخاص أخرين يكونوا عندهم تقدين حاسة الشم ولا حاسة الضوء يعني انت والسيني اللي تنجم تكون لازمة للشخص هذين لك هذيك عليه شهدهم وكلهم يزم سكون أبلا غيابا لتاس شو معناها يزم يمشيوا للطبيت أما تبيب متاع الجهاز التنف سواء إلا حتى تبيب متاع أما بالقلب وشرايين باش نشوفوا احنا هل الأعراض هذية شنو يلزمها ناخدوها وشنو يزم نعمل نحن ناخدوها دقيقة مروسنا أي ذيك ما تفهمي لاي احنا ديما ذك ذت فكرة ناخدوها دقيقة مروس دكتور يقول لك زيادة أبريتو أنا كنت في وضعي وتعبتني عادي انو بدني مش تقود عندي كل فشلة ولا التنزنطان الكح تتسمى عادية إلى حد ما وإلا ليه دكتور نحن مريش عدي إذا كانت تواصل أربعة جماعات إلى أكثر من أربعة جماعات أيوه إذا كعليش يلزم معناها يكون يباشر طبيب مختص بش ينسوا خاطر ذكي يقلق برشا طيب إنتي إنسا يمشي تكون عنده العلمات هذوما بالفترة هذي بشي تقلق طيب إذا بنا أحنا بش هو يهدأ وبش نكونوا أحنا هو يرتاح ويعرض معناها شو يلزم يعمل يلزم يباشر الطبيب المتاعه المختص دكتور إذا قبل أربع جمعاتك تسمى عادي ما طولتش معي معتا بعد ما بريت بجمع بعشرة أيام عادي كلها أكت الكحة شوية كليت ساعدت على الكسخانة وجاعدت رأس تتولي عادية إذا ما فتتش الشهر طيب دكتور إذا نتقلقوا وقتش نتقلقوا وحن نحسبوه معناها في معناها في الغضغي كمتاع الكوفيد لان وقت تكون العلامات هذه من أربع جمعات لست أشهر وكما قلت لك رحو يا عبد الرحمن ينجم يكون من لول ما عندوش العلامات ينجم يكون من لول مرض إلي أستمتماسيك لكن بعد ظهر تعليل العلامات هذي نقطة مهمة دكتور نجم ناخدوا دوايات حاس راحي شوية معاً ولا ما غير ما ناخدوا دوايات قبل أربع نحكي لك دي ما توا على قبل ما نفوت المرحلة متاع الشهر اللي وقت لازم نمشي لطبيب رأي معاً ما عادش وضعية عادية متاع كوفيد عادي معاً لازم نمشي لطبيب قبلهم فهم بعض الأدوية ينصح بأخذها ما ناخدواش دوايات حاسب الدراسات المتوفرة بها نسور والله انت والعلامات شو عنده كان عنده سفالة أمبورتانسي مجم ينقص هالأوجاع هذه بدواي ينقص الأوجاع فهمتك أقول دو الحق معناها يزم نصمو كونا راح وكيمة ملول يعني العلامات تكون موجودة لكن نعطيوا الدواي اللي هو سمتماتي يعني ينقص الأعراض هذي وكما لكن وقتش نتقلق ويزم تكون احنا مباشرة بالطبيب متاعنا هو تكون لعلامات أكثر من أربع جمعات إلى أكثر من ساعة وصحدة أشهر هذيك مدابينا معناها هيشوفوا الطبيب متاعهم هذيك عليش أحنا جنرال مانكي مسبق وقتلك برشة معناها اللي كانت عندهم الأمراء الكوفيد وكانت عندهم برشة علامات خمسة ستة علامات وإلا عندهم وإلا كانوا معناها موجودين في المتجفين ذو كما تبيت بطبيعته بشي اعتم ان كنترول يسمى ان كنترول غابخوشي بشي يشوف الحالة متاعه ويشوف ماشي معناها تكسلورات يعمل هيلو بشي يتمأنه على الحالة متاعه واضح دون كان لازم لي نفهم إذا تواصلت الأعراض هذي أكثر من أربع جماعات الإنسان عادي والستة أشهره رأوا وقتها نحكيوا على كوفيد لون ولازم لي نمشي نستشير الطبيب متاعي بعد ما نبرأ بشي تقعد بعض الأعراض الجانبية إلى حد ما تقعد عادية واستشارة الطبيب لازمها بشي يأتيك متاعه جياراس متاع الكحة متفهمين وخاصة اللي كانت جيتهم فرم معانتها جراف اختيرة ومشي الاسبيتر اللي عنده أمراض مزمنة لازم تقعد عنده متابعة لسيقة جدا ودورية يمشي الطبيب يعمل تصاولي زاناليزة متاعه الكل باش يزيد يثبت في متاعه عنده مشكلة في القصبات الهوائية متاعه هذا اللي فهمتو دكتورة يقدمه في متابعة للطبيب متاعه هذا ونعاود انذكركم أسهل الحل اليوم مش نستحفظ لو نحنا البروتوكول الصحي والتلقيح هذا هو الحل متاعنا دكتور راضيا دكتورة راضيا دبغي كهيت مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان نشكرك على تدخلك معنا والإجابة على أسألة سيدة المستمعين الكل في ألو دكتور بالنسبة لليوم